السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعينا الكرام يا ربي تكونوا بخير رجعت لكم في فيديو جديد ومنتدى مستر عاطف هيبين حقيقة الصلح وايه اللي حصل بعد غولته للصلح مع الا داود هنعرف كل التفاصيل مع بعض لكن قبل ما بتدي الفيديو بتاعنا زي ما تعودنا فضلا وليس امرا طبعا تضعوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعالوا زر الجرس على الكل لشان يسيركم مني كل جديد ونصلى على نبينا محمد علي افضل الصلاة والسلام وندعي لاخباتنا في غزة في سوريا وفي لبنان وفي السودان اللهم انصرهم اللهم اشبرهم يا رب العالمين نصرا عاجل غير اجل امين يا رب العالمين وبالله عليكم اللايقات يا جماعة نقصة كتير كتير فضلا وليس امرا برضو اللايقات فضلا وليس امرا عشان تعالي شوية معي الفيديو بتاعي طيب مستر عاطف بتلعنينا بمنتدى بيعتزر طبعا كل الناس بتطلعوا على الواتساب وبتسألوا ايه اللي حصل وايه اللي جرى مع الا داود وبتسألوا الوقت السلح وصل لحد فين فاطلع بصدر عاطف وقال لي يا جماعة انا كنت تعبان وطبعا قدم كلمة وقال لي يا جماعة اشتغلوا على محتويكم بلاش مشاكل على العام حتى لو بينك وبين اي حد خصومة خليها خلف الكاميرات مش قدام الكاميرات وظهروا دايما بصورة افضل امام العالم اه حسنوا صورة بلدكم مصر ومش تستهل منكم كل ده يكفي انها سايب بقى حضراتكم فاتحين لايفات وعملت تتكلموا براحتكم مش اه بيحصل كده في اي دولة اخرى اي حد يغلط بيتحاسب الله يهديكم ما بينكم ويحفظكم جميعا ده كانت كلامه منتدى مستر عاطف بيقول لي مين بقى طبعا بيوجه كلامه لالة داود انه زي ما شفنا تلع لايف بسرعة بسرعة مصطفى ويتبلع على اخوه حمادة طبعا حمادة هو كمان تلعب لايف وقال في كل خبايا مصطفى وبالدليل يعني طلع له قال له انا عندي ادلة على سرقتك ليا وعلى بهدلتك لمراتي وعلى والعيالي وانا مسافر وقول لي واني حمادة كمان معا كل اصالات الحوالات اللي كانوا بيبعتها له بالدولار لكن طبعا حاج الصصة ضمن انتم عارفين يا جماعة صصة ايه آآ كرش واسع زي ما بنقول كده بياخد الحق وما يبينوش ده هو بالدليل يعني حمادة مش هيجدب حمادة طلع وتكلم طلع وتكلم امتى بعد ضغط كبير من كتر الافترة والتبلي ويقول له انت مالكش ورس ويقول له انت آآ المفروض ما كنتش خدت ده كله وان هو الرجل اتعطف عليه مصطفى وتدره الورس بتاعه ايه ده ايه يا اخوتي يا جمال ده ايه اللي انتم فيه ده فين الاخوة وفين الدم اللي بيسرف عرقه وانه طبعا زي ما الناس كلها وضحت وعارفة ان السبب كل ده والدته ما الله يرحمه وتفرقتها بين مصطفى وبين حمادة وبين بقى اخواته وكمان كانت له حمادة وتكلم وقال قال ان اخوه حسن بيازيه وكمان وان بالدليل كده شاف انه مصطفى هو اللي رشره الزرعه بهد الهولو اه ليه? ليه الازاد يا مصطفى كل ده فخوق وطلع كمان مصطفى في البس بتاعه بهد الحمادة بقى مصطفى ده طلع بدع الرجل لسه عامل عملية بنقوله يعني بين الحياة والموت مش قادر يتكلم تلع بدع وجاب كل اللي عنده ده خل اخوه حسن قال له خلاص طبعا الرجل حسن انتم عارفين ده بيحب يحط البهارات بتاعته دايما وططش بتاعه عشان يولع الدنيا دخلت راني قالت له خلاص يا اخويا برضو في البس وما بيكتبه في الشات برضو الرجل يسكت ابدا قال لك هل من مزيد? انا يا جوان دايما جايين علي ما بتخلوهنش كل ما اجا تكلم توقفوني من اللي بوقفك يا صاس? ده انت كل فضيحكم بسببك انت وزاهية واللايفات بتاعتكم اللي على طول على طول ما بتقفلوهاش. يعني انت بتقول انا تعبان وانا مش قادر وطالع عامل بس وصوتك جاي باخر الدنيا. يا اخد اخد الحق حرفة انت لو ليك حق زي ما انت ما بتقول خلينا مع الكداب لحد الباب المفروض ان انت تطلع بهدوء وتتكلم بالراحة. لكن انت طالع عمال تزعق وتتشنج مع مين? وبتحكي للمتابعين. المتابعين يقول لك خلاص تقول لك مش خلاص انا هقول كل حاجة على العام. انا يا جماعة الخير لازم اعرفكم كل حاجة. طب بتعرفهم هما مال هما معاك في البلد. هما عادي هما رحيني يقسموا معاك من جديد. زي ما انت بتقول له يا حمادة احنا هنه هنوقف كل التقسمة دي ونرجع نقسم من اول وجديد. هتقسم بما يرد الله ولا بما يرد الحاجة مصطفى. ما احنا عايزين نعرف برضا. يعني ان انا شايفا كده ان انت ماملاش عينيك للتراب. كل اللي انت عمالي مكوش عليه. وحمادة اتني اقول لك اصل امه ما كانتش دايما بتخليه يقعد في اي تقسمات ولا اي حسابات عشان خاطر اه يعني تطلع على الحتة الكبيرة لمصطفى الله يسهل لعبيده. فانا طبعا يا جماعة الخير بضم صوت الصوت مستر عاطف بنقول لقالة داود يا ريت تهدو شوية. احنا بقالنا يومين من يوم ما كان مستر عاطف عندهم في البلد هناك لحد النهاردة. ما فصلوش لايفات. اه مصطفى طبعا عشان بس منزمش البقية. مصطفى وحنان وحمادة. حمادة طبعا الرجل طلع يدفع عن نفسه. حمادة مظلوم. تعارفين ان حمادة والخلاح المية مش شياطين زيهم. ما بيحبوش طلعوا وفتشوا وطلعوا آآ آآ خباياهم على العام. لا. حمادة طلع بيرد على مصطفى قاله بهدله وعمال يقول في حقه بهدله بهد الأرض ورشه أرض مبيدات وحاجات. الرجل كان لسه رايح يزرع. يعني بيأزيه 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 بالسلس. ليه? ليه اخد اخوك? راعي اقوله عشان خطر عطم التربة عشان خطر ام وابويا الله يرحمهم. راعي اي حاجة. راعي دم. راعي سلة رحم. قول اخوية. بتأزيه. ما فيش غير الازية. مش عارفة صراحة ارد عليكم لحد كده وقول لكم ايه? ويريت يا جماعة الخير تكتبوني في التعليقات. ايه رأيكم في اللي بيعملو اه مصطفى مع حمادة ومنتدى مستر عاطف. هل هم هيسمعوه فعلا ولا? انا ما اعتقدش ان هم هيسمعوه. ده اللايبات اللي شغالة دي بقالها يومين. ما بتفصلش. يعني تحس ان هم تعادوا من زهية. ده يسقط ده يتكلم. ده يتكلم ده يسقط. وباتمنى من حمادة ان هم يعملش زي هم ما يطلعش على العام كده. وينشر غسلهم الوسخ لعننا مقذف ده الكلمة. انا اسفة طبعا. بس يعملهاش التفسير تاني او ما لقاش يعني اه معنى تاني غير ان هي تتقال كده. ان هم على طول نشرنا غسلهم الوسخ على اليوتيوب. وده مش كويس. ومش هيدر اخوات. ولهو ده احنا كنا منتظرون بعد الزارة مستر عاطف. هم قالوا هيلتزموا. وقالوا ان هم مش هيتكلموا في اي حاجة تاني. وقالوا كل واحدة يشتغل على محتوى. وقالوا ان كل واحدة يشوف قناته ويشوف يعني بيته وكده. آآ لكن للأسف للأسف لانا عكس الكلام اللي قالوا مستر عاطف. عكس الكلام اللي هم اتفقوا فيه. واولهم كانت زي لما طلعت التانية بتقولي يا جماعة طبعا اي قالتها بعض متلسانها. قالت المشاهدات اللي نقصت والقناة اللي وعت انا ما اهمنيش قناة بس انا بتمنى فعلا هي ما اهماش القناة قد ما اهمها اخوتها. بتمنى فعلا ان هي ترجع شوية وتقول اخواتي تقول لحمة تقول دمي تقول آآ ما اقدرش استغنى عنهم فعلا وتجمع الدنيا وتهدى شوية وتسيب الاخوات فعلا يتجمعوا يتلموا على بعض تاني لان بسبب اللي بتعملوا زاهية واللي بيعملوا مصطفى حتى الشرهان كمان دخلت معهم على الخط ومش عايزة تبطل لايباتية كمان تلعت برضو بلايف وعمالة برضو تلقح بالكلام وتعمل آآ مش عارفة مش عارفة وبردو طالع شرية تتكلم على النيرمين. طب يا جماعة الخطة انتو عيلة واحدة. عيلة واحدة. اخوال وخلات يعني انتو كلكم اخوات مع بعض. آآ ليه الواحد يقول البنة تقول خلتك عبت فيا ولا خالي عب فيا. ليه? ليه? يعني انتو عايزين ايه من ده كله? المشاهدات يخربت المشاهدات والدولارات اللي هتجنن الناس تقول لهم يقلب بعض زي الكلاب. وحدش يعمل اي اعتبر لسرة الرحمة ولا للاخوة ولا للارابة ولا لاي حاجة. لأ بجد. لأ بجد فعلا لا داود انا مش عارفة انتو عايزين ايه? بنتمنالكم من الله بازن الله ربنا يلمش شاملكم يجمعكم على خير. وفعلا ترجعوا لصوابكم. كفاية كده الحد كده فضايح على اليوتيوب. كفاية كده آآ فضايح آآ قدام الناس كلها كفاية كده الدول العربية كلها عرفت عنكم كل حاجة وكل خباياكم وكل اسراركم الزفت اللي احنا الواحد فعلا بيتكسف لما بيسمع حد بيتكلم ان اليوتيوب المصري بقى كله مشاكل اللي اخوات بيأكلوا بعض. اللي اخوات بيعملوا بعض. لا 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 بجد آآ بتمنى. بتمنى فعلا ان انتو ترجعوا وتبقوا احسن من كده وترجعوا بيد واحدة وتقدموا محتويات فعلا الواحد يحب يتفرج عليها. وكده حباب قلبي آآ وصلنا الاخر الفيديو بتاعني اللي تقولوا له ايه رأيكم في كلام مستر عاطف فعلا انا داود هيرجعوا ولا لأ انا عن نفس ما ظنش طوان هما يرجعوا هما يبدولوا على دايدانهم كده آآ وتدعو لهم معايا ان ربنا هاديهم يجمع شاملهم وبالله عليكم وتنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يصيركم مني كل جديد. طبعا تصلوا على النبي في التعليقات وتدعو لأخواتنا بغزة في سوريا وفي لبنان وفي السودان ان شاء الله ربنا يجبرهم وينصرهم عاجل غير آجل والسلام عليكم. اشتركوا في القناة